اشتركوا في القناة صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم وأحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحب أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ولم أعلمهم صلوا عيداً قط ولا استسقاء إلا فيه كتاب الأم للشافعي وقال الملع علي القاري رحمه الله الظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام يعني صلاة العيد ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام فإن المسجد الحرام وضعه الله لعموم العبادات من صلاة الجمعة والجماعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس مرقاة المفاتيح قال الشيخ العثيمي رحمه الله أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام ولهذا استثنى يعني صاحب الروض المربع مكة المشرفة ولعل الحكم من ذلك والله أعلم يقول الشيخ العثيمين أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة لأن جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام الشرح الممتن